هرجعك هنا على مجلس الأمن الدولي اللي بيتبنى قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة فإن كان يتبنى فليفعل محدش يرفع يده بقى بحق الفيتو لكن مصر اللي ما قفلتش المعبر مصر هي اللي بتعمل الإسقاط الجوي يومياً على غزة بالمساعدات الإنسانية مصر هي اللي بتعمل ده رغم أن في الجميع تاني مصر بتعمل ده بتطلع طياراتها وتعدي على المجال الجوي الفلسطيني وتنزل المساعدات وأنا بقول لك أهو طائرات الاحتلال بقى شغالة ما هو هيعمل إيه لازم يروح عمل أي ردود أفعال فيبدأ يشتغل ده الإسقاط أو يعني ده تجهيز الطائرات بتاعتنا بتاعت الجيش المصري بتاعت القوات المسلحة المصرية طيارات طلع طيارات مصرية عسكرية بوضوح وجلاء وعلى مرأة ومسمع من الجميع وبتطير وتنزل المساعدات وترجع تاني وأنا بقول لك أهو ودون اكتراس لأي حد واللي مش عاد بو يروح يخبط دماغه في الحيط أقول لك مرة كمان حاضر مرة كمان عشان خاطر صديقي للعزيز عشرة العمر عمر زكريه مخرجنا الرائع والعظيم ده الإسقاط المظلي اللي بتعمله مصر إسقاط للمساعدات الأنساء الإنسانية على غزة فلسطين رغم أن في الجميع رغم أن في الجميع رغم أن في الجميع ومحدش يقدر يقرب من الطيرات المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر